بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا روى معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم وورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين هذا الحديث يدل على فضل هذه الصورة الكريمة وسبب تفضيلها أنها اجتملت على موجز للقرآن الكريم فتحدثت عن البعث والجزاء والحشر والحساب وذكرت من القصص ما يعد دليلا واقعيا على هذه الحقائق وتكلمت عن عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن وجوب الإيمان به فكانت بمسابة القلب للإنسان والقلب هو الذي يتحرك منه الأوردة والشريين لسائر الجسد فكأن هذه الصورة الكريمة تمد سائر القرآن الكريم بالحياة وكأنها تعبر وتلخص مقاصده مقاصد القرآن الكريم ولذلك استحبت الشريعة أن تقرأ على الموتى فتذكرهم بالله حال الاحتضار واستحبت الشريعة أيضا أن تقرأ على الموتى بعد الوفاة لتذكر الأحياء بهذه الحقائق ولتربطهم بهذا الكتاب الكريم وقال النبي عنها إنها قلب القرآن كل ذلك ليدلنا على فضلها وعلى عظم مكانتها وعلى نفعها وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه الصورة ولكننا نقتصر منها على هذين الحديثين فقط لأنهم أقوى الأحاديث في فضلها وبناء عليها على هذين الحديثين نقول باستحباب قراءة هذه الصورة على من تحضره الوفاة قرب موعد وفاته أو على من مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى أو على القبور التماسا للأجر والسواب عند الله وقد ورد عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر على قبر فقال إن فيه رجلان يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ثم أخذ صلى الله عليه وآله وسلم جريدة رطبة ووضعها على قبرهما وقال لعل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهما ما لم تيبس هذه الجريدة قال الإمام القرطبي رحمه الله إذا كانت الجريدة بتسبيحها يخفف عن الميت في قبره أفلا يكون في قراءة الإنسان الحي للقرآن الكريم على قبر أخيه تخفيفا عنه إن كان من المعذبين أو رفعة لدرجته إن كان من المحسنين ومن هنا فإن العلماء أجازوا قراءة القرآن الكريم على من مات من آبائنا وأمهاتنا وهبت الثواب لهم بل أجازوا قراءة سورة ياسين خاصة بل أجازوا قراءتها على القبر لأنه ورد عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يمر على أخ له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه سلامه وفي روايات كثيرة أن الموتى يشعرون بالأحياء من من كانوا من أقاربهم وأهليهم ويفرحون بزيارتهم بل ويهني بعضهم بعضا بزيارة أحبابهم وكل ذلك يبين فضل قراءة القرآن وفضل وصول السواب لمن انتقل إلى الرفيق الأعلى من آبائنا وأمهاتنا ويبين أنه لا ينبغي أن ينكر فضل ذلك وأصل ذلك إنما هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالدعوة الصالحة سواء أكانت من الولد المباشر أو من أي حبيب أو صديق أو خليل لحبيبه وصديقه فإنها تصل إليه وينتفع بها وترتفع درجته بها عند الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لنا من يدعو لنا بعد مفارقة هذه الحياة وأن ينعم علينا بفضل القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن اللهم أنزل علينا بركة القرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته